السلام عليكم. النهاردة عاملين فيديو عن الربح من الانترنت. الربح من الانترنت. انت او كتبت الربح من الانترنت هتبصت ستلاقي فيديوهات كتير. ازاي تكسب فلوس من الانترنت. طريقتين لكسب المال من البيت. الربح من الانترنت. 1360 جنيه والسحب بودافون كاش. كل الفيديوهات طبعا كده اكسب واحد دولار كل ديه بشكل مجاني من افضل تطبيق بدون ادعب وبالهاتف. اربح 500 جنيه يوميا والسحب هو دافون كاش. طبعا هو بحط لك عنوان عشان يشدك عشان تدخل تتفرج على الفيديو. طبعا تدخل تتفرج على الفيديو. انت عايز فلوس اغلب الناس عايزة تكسب فلوس في ظل الاوات اللي احنا فيها وغلاء المعيش. انا واحد من الناس كنت بدخل وبتفرج وتفرجت على عشرات الفيديوهات عشان اكسب من الفيديوهات اكسب من المشاهدات اكسب من البوت بتاع تليجرام. دخلت مرة واثنين وتلاتة وعشرة وعشرين وتلاتين. يا جماعة الشغل ده شغل يعني تضيع للوقت. ده اول حاجة. شغل تاني حاجة ان الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده 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 بياخدك يدخلك في تطبيق او بيدخلك في موقع الراجل اللي بيدخلك فيه ده اللي عامل الفيديو عشان يكسب مشاهدات بيدخلك فيه. والاحالة بتاعت الفيديو بياخد عليها فلوس. هو بيدخلك في مكان وفي طريق. انت بتدخل مش شاف حاجة. انت بتدخل تعمل اللي هو بيقولك عليه. بتدخل على الموقع تعمل مهام. تعمل تلعب لعبة. تلعب ألعاب. تعمل روابط. تعمل. كل ده انت مش شاف انت بتعمل ايه. انت بتعمل اللي هو بيقولك عليه بس. معنى ان انت تمشي الكلام ده ان انت ماشي ورا واحد انت بالنسبة له اعمى. انت واحد انت اعمى واحد وقتك من يديك وبيمشيك في طريق. المواقع ده جماعة مواقع بيستخدموها لتعدين العملات الرقمية. يعني البيتكوين وغيرها والعملات الكتيرة دي. انت كل اللي بتعمله لها بتعمل تعدين للعملات الرقمية. ده غلط. ده قانونا غلط. يعني حضرتك انت لو جيت شفت اليوتيوبر حمد وفاء هتلاقوهم واتحكم عليهم بمبلغ مالي ضخم 200 مليون او حاجة زي كده. بسبب ان هم بيروجوا لتعدين البيتكوين وتعدين للعملات الرقمية. بيروجوا بيجيب فيديو ويقعد يقول لك الموقع ده يكسبك دولار اتنين دولار عشر درال. مجرد انت تدخل وتعمل مش مهمة كذا وتتفرج على فيديو كذا. او تلعب لعبة كذا. او تدخل على بوت في التليجرام وتعد تلعب العاب وتجمع البيض والبيضة تديك سنت وكل ده جماعة شغل شغل مالوش اي قيمة وشغل تضيع للوقت وشغل انت بتساعد ناس تكسب مليارات مليارات الدولارات وانت قعد في بيتك. ناس بتستخدمك من بره عشان انت تعدلوا العملة بتاعته وتكسب دولارات بالملايين. انت يا جماعة بلاش تنساق ورا الناس ديت. حلوة العنوان بتاع الفيديو. الربح من اختصار الروابط خمسة وعشرين دولار يوميا. اجماعة الحديا مش بتحد في كتاكيت. اجماعة مفيش حاجة اسمها الكلام اللي هم بقولوه عليه ده. الناس دي اصلا بتكسب دولارات من القنوات بتاعتهم فالموضوع بالنسبة لهم عادي وسهل جدا. بياخدوا دولار من هنا يحطوه هنا ويدخل الموقع ده والموقع ده يديلهم ميزة عشان هو بيروج للموقع. لكن كل ده شغل مالوش اي قيمة. اجماعة بلاش تن تنساق ورا الفيديوهات ديت لان الفيديوهات دي كلها فيك. الفيديوهات دي كلها هو عايز يحقق مشاهدات وخلاص. انا بنصحك نصيح الوجه الله. لان انا دورت ودخلت وعملت. ادخل على اللابة واعد هلعب. يديك سنت في سنت في سنت. ضع وقت. وفي الاخر الى ما لا نهاية. الى ما لا نهاية. بس هو بيستخدمك ان انت تعدن عملة رقمية او تساعد في انتشار موقع. انت ما تعرفش العملة الرقمية دولة هيستخدمها في ايه. ممكن يستخدمها في ارهابي. يستخدمها في مخدرات. يستخدمها في حاجات كتير. فانت ما تعرضش نفسك ان انت تكون اداء لنشر نشر الفساد ونشر الاعمال الغرق الاقلاقية وتدمير اقتصاد بلدك. خليك في الحاجات المنمونة. اعمل فيديو واعمل محتوى واعمل محتوى ناجح. هادف. انصح الناس. محتوى تعليمي. محتوى طبخ. محتوى كورة. شرح تعليم لغات. الفيديوهات دي محتوى ناجح. لكن من الناس اللي زي اللي بتروج للمواقع دي. دي ناس سوادية وناس يعني مش عارف اقولك مكسبهم حلال ولا حرام. لان ما امرش في السكرية. وانا مش شيخ عشان اقولك حلال او حرام. انا بقولك ان هو مش قانوني. ده مش قانوني. لان معنة ان الدولة المصرية تطلع وتحاكم يوتيوبر شهير. اه حمد الوفاء وتدفعهم ملايين الدولارات. عشان هم بيرواجوا لتعدين البيتكوين. يبقى ده غير قانوني. فمندخلش نفسك في طريق غير قانوني. وبالتوفيق يا جماعة كلكم. وشكرا.